في الموصل لم تعفي النكبات التي حلت بالمدينة أهلها من نكبات جديدة وآخرها قرار الحكومة بهدم وإزالة نحو 500 منزل في مشروع حي عدن في الجانب الأيسر من الموصل ويؤكد السكان أن عمليات شرائهم للمنازل بين حيي الإخاء والتأميم جرت بعد تدقيقهم بقانونيتها في الدوائر الرسمية على عكس ما يشير قرار الهدم المبين أنها اتقع على أراضي متجاوز عليها من قبل أحدى الجمعيات هذا سند جمعية وعلى ضوء سند الجمعية سند 2020 و2022 صح الصدور بي فأحنا شنو ذنبنا حاليا فاجعة كبرى احنا في ضفاف دجلة جمعية ضفاف دجلة اللي جمعية حي عدن قطاع حي عدن يعني احنا هذا الرعب اللي عايشين بينه عاي صار لنا فترة احنا ساكنين بيوت احنا من البداية أول من صارت التقطيع رحنا على جميع القطاعات من بلدية من مراكز من أشكال الألوان جينا نسألهم يا بابا هذا الجمعية مضمونة الكل الصيح مضمونة وخطاكم برقبتنا السند طاب بمية بالمية نروح نسأل على البلدية ناخذ السند معنا هذا السند ومشهور ومعلون فاجعة كبيرة يعيشها أهالي حي عدن الذين وضعوا كل مدخراتهم على أمل تملك سقف يؤيهم وبدون سابق انذار تبخر كل شيء رغم وجود بنية تحتية متكاملة للحي ومع عدم معارضة هذه البيوت للنفع العام وشمولها بالقرار 320 الخاص بتمليك الأراضي الزراعية يبدو قرار الهدم غير دقيق بحسب قائم مقام قضاء الموصل ما بعد هذا القرار أي دار أي عمل بناء يعتبر التجاوز ومخالف وإزالة فورية لكن الجمعيات هذه جانب آخر جميع الجمعيات هي متوقفة بقرار قضائي بأمر معالي السيد الرئيس المسل القضاء الأعلى ومن الأمان العامل من الوزراء لتدقيق الأراضي التي تتداول بها هذه الجمعيات أما هذه الإزالة فالأمر هذا غير دقيق ويبقى البت بإنصاف أصحاب هذه البيوت غائبا عن السلطات التي أخذت قرار الهدم بشكل تعصفي بحسب الأهالي ولم تحاسب أو تتساءل كيف وضعت المخططات ومررت التراخيص للجمعيات بل وصدقت سندات البيع وأنجزت حتى البنية التحتية للحي تلم وقائز إلىравدة ذلك